لأ هروح لك أبونا ربانا إزاي? ودي مسألة يمكن نتكلم عليها محمد في موقف السجاير فكرني في موقف سجاير برضو مع أبوي. أبوي داخلي يكتب جواب عالمكتب بتاعي. فبالصوت في اخويا الكبير كان قاعد في المكتب بيكتب حاجة. وكان بيش بسجاير فساب علبة السجاير بتاعته. فبويا لما جاه فتح الدرج لقى علبة السجاير والمكتب ده بتاع مين? بتاعنا. فراح كاتب النجل الحبيب. العادة في اولها خيوت من الحرير وفي آخرها قيود من الحديد. والدكم. النجل الحبيب. العلبة سجاير. وانا كنت في سانوي. واخويا في الجامعة. فواحد مننا احلى اتنين قراص بقى. انا خايف اروح اقول لابوي يا. دي العلبة بيش بتاعتي والله. وانا بتخنش وانا عمر بتخن وانا احب بتخن. وخايف اقول ايه? لحد الوقتي. عشان كدر بكرت سجاير. خايف اروح اقول لابوي يا. انا يعني فتنت على اخويا واطلعت صغير قدام اخويا. المهم فاسبتها بقى كده وعدت. وتمر يا والسنين وانا مظلوم في الموضوع ده. وانا كنت احب صورتي قدام ابوي يا تبقى كويس قوي لان انا في النص. اللي انا الكبير ولان انا الصغير. بعدي بنتين وقابل ولدين وانا في النص بالزبط. فالمهم اشاء السامي العليم بقى بعد مكبرنا. في سنة تسعين. ابويا كان عمره ساعتها تمانية وتمانين سنة. ابويا انتقل في سنة سبعة وتسعين عن عمر يعني سبعة وتسعين سنة. نه. رايح مرة بزوره بقول انا عايز اقول لك حاجة. منو انا صغير نفسي اقولها لك. بس مش عارف اقولها لك زي. بس خلاص بقى كلنا كبيرنا وبيننا كبار وفتاع. بقولها لك على سبيل الدعامة. قال لي علبة السجار اللي كانت في مكتبك. قلت له قال لي انا عارف كل واحد يعمل ايه في ولادي. وانا ما حبيت شحرج اخوك الكبير فكتبت النجل الحبيب وهلدكم.